السلام عليكم ومرحبا بكم معي في هذا الفيديو جديد إن شاء الله يلقاكم في تمام الصحة والعافية اليوم حبيت بقتاجي معكم هاد طلبية هادي تاعة ليدة تفوغي أو تمر المحشي اللي حبي يعرف جميع تفاصيل تحضير ليدة تفوغي يبقى معنا حتى الأخر الفيديو ولكن عجبتكم الوصفة خليولي لايك وبرتجيوا الفيديو مع الأهل والأصدقاء بهتعم الفائدة وفرجة ممتعة بالنسبة للتمر اللي استعملت وانايا في هاد الوصفة هذي هو تمر من الحجم الكبير ونقدره طبعا نستعمله جميع أنواع التمر المهم يكون تمر من نوعية مليحة رايحة نحي هذه البذرة اللي تكون في الداخل وريحة نمسح حبات التمر تعيب القليل من ماء الزهر أو ماء الورد بعد ما ننتهي رح نكون حضرت مسابقا يعني بليلة قبل حشوة اللي تكون هي عبارة عن 3 كيلات من اللوز المرحي ناعم مع نصف كيلة من السكر ونجمحهم بالقليل من ماء الزهر أو ماء الورد حتى نتحصلوا على عجينة تكون متجانسة رايحة نوزن لعجينة تاقي 15 غرام ونحشي حبات التمر بهذا الطريقة هذي من بعد رايحة نجي نحضر خاليط اللي هو راح نستعمله في تزيين حبات التمر هو عبارة عن كيلة من العسل مع كيلة من القليكوز اللي راح نذوبه مع نار هذية حتى نتحصل على هذي النتيجة هذي بالنسبة لتزيين حبات التمر يعني كين طرق عديدة نقدر نزيين حبات التمر بجميع أنواع المكسارات نقدر كذلك نغلف حبات التمر بشوكولة أو مبعد ثاني نزيد ونرجع ونزيينوهم من الفوق يعني كين طرق عديدة بالنسبة لي يا نياس عملت مجموعة من المكسارات يعني في كل مرة زينت بنوع معين من المكسارات في البداية كيمارا كين تشوفوا معايا بديت باللوز اللي خليت يعني بيه بالقشور تاعو نغطس حبة اللوز في الخليط اللي حضرته مسبقا ونرجع نحطه على حبة التمر بهذا الطريقة هذي يعني أشوذل يعني يكون حبة الفوق وحبة التحت حتى نتحصل على شكل هكذا مثل الريشة وبهذا الطريقة هذي حضرت تقريبا عشر حبات تحت تمر والنوعية الثانية اللي استعملتها لتزيين التمر هي الفستق الحلبي أو البيستاج رايح نتبع نفس الطريقة اللي استعملتها بالنسبة لللوز راح نغطس حبات الفستق الحلبي في الخليط اللي كنت حضرته مسبقا خليط الجليكوز والعسل ونرجع نسقهم على حبة التمر حتى نغطي الأسوخفاس كاملة التمرة كل ما نلاحظ بلي الخليط صار جامد وصار يتلاسق نرجع نسخنه على النار ما هي يرجع لي يعني سائل ويكون الاستعمال تاعه ساهل ومتل ما راكم تلاحظوا يعني الشكل يجي كتير يعني حلو أنا راح نستمر بنفس الطريقة بالنسبة للمكسرات المتبقيين عندي وبعد ما ننتهي رايح نلمع المكسرات والله حبات التمر بهذه الطريقة هذه يعني نحط كمية من الخليط اللي كنت حضرته مسبقا معلومة فقط هذا الخليط هذا تقدروا تستعمله في أنواع كثيرة من الحلويات خاصة الحلويات اللي تكون مزينة بالمكسرات نتمنى الفيديو تعلهم يكون نال إعجابكم تجربوا الوصفة وتهديوا انبوات كما هذه من التمر المحشيل أحبائكم وأصدقائكم ويفرحوا بهم كثير وإذا عندكم أي استفسارات مع أي تساؤلات خليوهم لي في التعليقات ونحاول نجاوبكم في أسرع وقت إن شاء الله نترككم في رعاية الله وحفظه وإلى الملتقى في وصفة جديدة إن شاء الله